بما أننا في الصيف وفي شدة الحر وما يتبع ذلك من عرق فإني سأتحدث عن بعض هذا مما جاء في الكتب التسعة ولذلك هذه النار وما ينتج منها من حرارة استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النساء كان يستعذ في صلاته من حر جهنم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إن ناركم التي يوقد منها ابن آدم جزء من سبعين جزءا من جهنم ولذلك في رواية الإمام أحمد مئة جزء إما للمبالغة أو أنه أخبر أنها وهذا لعله الأظهر أنها أعظم من سبعين جزء من مئة جهنم جزء من مئة جهنم قالوا يا رسول الله والله إنها لكافية فقال عليه الصلاة والسلام إنها لمثل حرها لمثل حرها ولذلك في رواية الإمام أحمد جزء من سبعين جزءا من جهنم حرًا فحرًا يعني أن الحرارة تتعظم وتزداد بعدد هذه النار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في المسنة وسن بن ماجة من مجموع الأحاديث عن نارنا هذه التي في الدنيا قال ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين من تفعتم بها وفي رفض الإمام أحمد ضربت بالبحر مرتين ولو لم ما جعل الله فيها منفعة لأحد فنعوذ بالله من النار ومن مصير أهل النار